بقول تأكيد ما كانتش مهمة سهلة على الإطلاق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بعد الفترة اللي شهدتها مصر تضحيات كتيرة جدا بزلتها وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل لو نتكلم عن استراتيجية الوزارة بشكل عام في تحقيق الأمن والأمان والله إحنا عايزين نقول الأول كل سنة وشرطة مصر بخير ويا رب دايما بخير وكل سنة ومصر كلها بخير ويا رب دايما بخير إن شاء الله وبرضو بنترحم على شهداء الشرطة وشهداء قوات المسلحة وشهداء المصري من المدنيين حتى وبنترحم على شهداء فلسطين يا رب إن شاء الله الاستقرار يعود للمنطقة لأن ده مؤثر بلا شك على أمننا وأمن المنطقة كلها وعايز أقول لحاكم استراتيجية وزارة الداخلية لاستعادة الأمن طبعا دي خادت مراحل متعددة ولأن الأمن ليه مفهوم لم يعد المفهوم التقليد القديم الأمن دلوقتي يبقى مفهوم شامل زي مع عشار سيادة الرئيس الأمن بقى أمن اقتصادي وبقى أمن سياسي وبقى أمن جنائي وبالتالي أصبحت الأعباء اللي على جهاز الشرطة أعباء كبيرة جدا وتعاملت الاستراتيجيات الجديدة كلها تواكب زالت أصبح فيه جرائم مستحدثة أصبح فيه جرائم بترتكب على الإنترنت أصبح التوسعات المدن الجديدة أصبح الاقتصاد اللي بيعيشه المصريين في الوقت الرهن كل ده كان ليه تأثيرات على الأمن كانت متطلبا الاستراتيجية تواكب زالت والحمد لله وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها المتعددة سواء الأمن الوطني عشان الأمن السياسي سواء الأمن الاقتصادي أو القطاع الأمن الاقتصادي أو القطاع الأمن الاجتماعي أو القطاع الأمن العام أو القطاع الأمن المركزي كله طور في استراتيجياته كله غير في استراتيجياته ليواكب الجديد اللي أصبح العالم بيعيشه وليواكب كمان التدعيات الإقليمية والدولية اللي بقى لها دور كبير جدا في زيادة عدد البقر الإجرامية سواء في الإرهاب سواء في المخدرات كل ده أثر سلبة ما فيش شك على النواحي الأمنية وبالتالي بقى متطلب مجهود أكبر الحمد لله وجد وزارة الداخلية قدرت تواجه ده والمواطن المصري يمكن عايش من فضل الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي فاتت دي فأمن وأمان ما حسش بهذه المتغيرات وتأثيراتها السلبية على دول كتير جدا حوالينا في المنطقة